تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كيف يكون التهيء لمواسم الطاعة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بأده إلى يوم الدين أما بعد فإن من رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين أن يوالي عليهم مواسم الطاعة لرفعة درجاتهم وزيادة حسناتهم ومن ذلك شهر رمضان فهو موسم المواسم الطاعة وما أن انقض شهر رمضان إلا وقبل وطل علينا موسم جديد وهو موسم عشر الحجة التي هي أعظم وأفضل أيام السنة وهكذا تتوالى المواسم وهي مواسم تجارة مع الله عز وجل بالأعمال الصالحة ويستعد لها المسلم بأن يخطط لاغتنام هذه المواسم الفاضلة وهو ما يسميه السلف الصالح يسمون التخطيط مشارطة للنفس فيرتب وقته ويخطط وقته لوقته ويشارط نفسه على أن يستفيد من زمن هذه المواسم الفاضلة وهذا حتى في أمور الدنيا تجد أن التجار له مواسم يضعفون فيها من جهدهم ومن نشاطهم وبغية تحقيق مزيد من الربح كذا أيضا في التجارة مع الله عز وجل لها هذه المواسم ترجمة نانسي قنقر